بعد مرور 22 عاماً على هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة تكشف السلطات الأمريكية عن التعرف على رفاة رجل وامرأة لقياحة فهما بانهيار مركز التجارة العالمي وتزامناً مع حياء ذكرى كارثة 2001 لا يمحى من الذاكرة تداعيات القصف بطائرات ركاب استخدمتها مجموعات في ولايات أمريكية على مباني رسمية في نيويورك وواشنطن والتي خلفت 2753 قتيلاً تم التعرف على 1649 منهم أودت لاجمات بحياة نحو 3000 شخص وتعرض نحو 400 ألف شخص لسحابات غبار مسرطنة أغلبهم من رجال الإدفاء والشرطة الذين عملوا لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناجين ولا تزال الولايات المتحدة التي تعرضت لتلك الهجمات الإرهابية منخرطة في عمليات عالمية لإنهاء تهديدات تشكلها تنظيمات مثل القاعدة وداعش عربوا أحداث هجمات أيلول قالوا إنها فتحت أبواب يوم الجحيم الإسم الذي أطلقه الشارع الأمريكي على قصف مبنى التجارة العالمية عام 2001 فتحت الأبواب لجماعات وتنظيمات مسلحة وإرهابية لم يقطع دابيرها حتى اليوم لتخرج من حدود أمريكا إلى أفغانستان حيث تنظيم القاعدة وبعدها إلى العراق الذي اكتوى بتنظيم داعش ولا يزال وعلى الرغم من تبرير الحرب على العراق في إطار مدعة أمريكا وبريطانيا أن حرب على النظام صدام البائد لإنتاجه أسلحة دمار شامل لم يجدها أحد على الأرض إلا أن حرب العراق أصبحت مفتاحة يستخدمه محركو عصابات السلاح المنفلت بحجة نبض الوجود الأمريكي في العراق ومع أن واشنطن غيرت مهمة القتال إلى تقديم الاستشارات والتدريب إلا أن لعنة الإرهاب والسلاح المنفلت جاثمة على العراق اشتركوا في القناة